أكيد فيها حاجة حلوة وما فيش أحلى من القراءة يعني لما تمثله من تشكيل للوجدان وتوسعة الفكر من كم يوم اختتمت النسخة التانية من المشروع الوطني للقراءة واللي أفرزت في حياة الأمر مجموعة كبيرة من طلبة وطلبات المدارس والجامعات على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة المشروع الوطني للقراءة واحد من أهم المشروعات الثقافية اللي بيهتم بتنمية الوعي بالقراءة تحديدا وبيمكن الأجيال من مفاتيح الابتكار وده من خلال القراءة الإبداعية المنتجة للمعرفة تحديدا خلونا نقرب أكتر من هذا المشروع ونتعرف عن أهم المميزات الجديدة اللي تواجدت فيه النسخة التانية من المشروع مع ضفنا في الستوديو الأستاذ هشام سنجري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا وأحد المسؤولين عن مصابقة المشروع الوطني للقراءة في مصر سبع الخير سبع أهلا وسهلا في البداية أريد أن نتكلم على المشروع الوطني للقراءة في مصر وشايف النسخة الجديدة لإزاي وإقبال المشاركين عليها والله هو المشروع الوطني للقراءة انطلق في مصر في عام 2020 وتعمل من النسختين النسخة الأولى والنسخة التانية ونحن الآن بدأنا بالفعل في النسخة التالتة لأنه بيبدأ مع بداية العام الدراسي سواء كان في سبتمبر أو أكتوبر بياخد مراحله إلى أغسطس النسخة التانية شهدت أولاً ازدياد في المتقدمين إليه في العام الأول كان فيه تلاتة ونص مليون مشاركة في العام التاني كان فيه 12 مليون مشاركة زي ما أعلن الأحد الماضي أبعاده الأربعة سواء الطالب المصارب 12 مليون ده رقم كبير 12 مليون مشاركة ده رقم كبير وفقط وقعاتنا مما يلقي علينا بعب أكبر وهو زيادة الخدمات المقدمة التواصل أكثر مع المشاركين لكن هو طبعاً بالنسبة لعدد سكاننا في مصر والفئات المستهدفة من هذا المشروع طلاب المدارس والمعهد الأزهرية ده بعد المعلمين ده بعد القارئ الماسي وهم طلاب الجامعة ده بعد آخر والمؤسسات التنويرية وبالتالي يريد إحنا أو غيرنا من المشروعات نغطي ما يزيد على المئة مليون تعداد سكان مصر لأن في رأيي وفي قناعتي وأعتقد قد شاركني رأيي وأكيد حقاً قد شاركني الرأي أن القراءة أحد الأولويات مشروعنا بيتماشى مع رؤية مصر 20-30 زي ما حاجة تفضلت هو يدعم القراءة يهدف إلى الوصول إلى القراءة النقدية الإبداعية أقرأ لكي أقرأ أقرأ لكي أستفيد إحنا تعاوننا مع مجموعة من الوزراء فكرة القراءة من أجل التعلم بشكل عام طبعاً طبعاً بدأت وأنا عندي عشر وحدات من المعرفة فإذا وصل إلى 11 أو 12 أو ما زاد أكيد ده أفضل وده الهدف من القراءة أيضاً القراءة تشجعني على تقبل الأخر حينما أطلع على الثقافات الأخرى هنا قدر يبقى القبول بالنسبة له وعشان كده إحنا ما عندناش كتب معينة يجب على الطالب قراءتها مش قايم لكن بيختار ما يناسبه وفي مراحل متعددة للتحكيم طبقاً لمعايير محددة عشان تحكم على مدى وعيه لهذا فكرتنا إن بيقرأ فكرة هو بيتسائل في اللي بيقرأ طبعاً اللي استفادوا بينه هو أولاً يقرأ ثم يلخص ما قرأ في فكرة رئيسة يعني الكتاب اللي هو قرأ وفي صفحة كده بيلخصها فيه أولاً معلومات عن الكتاب ثم الفكرة رئيسة ليه ويدخل مراحل تحكيم عشان يوصل للمرحلة الجمهوري اللي كانت الأحد الماضي في المنارة بيبدأ أولاً بمستوى المدرسة تبقى يفكرني موضوعات التعبير اللي كنا بنكتبها زمان في المدرسة بس بشكل أكثر مهنية بقى كده يعني فكرة اللي أنا أقرأ وألقص فن التلخيص ده أمر ليس بالهيئ بالمناسبة طبعاً قدرته على التعبير عما قرأ بأسلوب موجز وهيبتدي المناقشة بتاعته هو ليس امتحان ولكنه مناقشة على مستوى المدرسة عشان نطلع الأول على كل مدرسة من كل فئة ثم على مستوى الإدارة التعليمية اللي هي المنطقة يعني الحي ثم على مستوى المدرية اللي هي المحافظة هنا بيتصعد لنصل إلى المستوى الجمهوري ده بالنسبة للطالب وهنا يجب أن أوضح لسادة المشاهدين أن الفئات بتاعتنا بدي من الصف الأول اللي ابتدائي وحتى الصف الثالث السنو من غير المنطقي أن يطلب منهم قراءة شيء واحد بما أننا تكلمنا على الجوائز وفكرة التأهيل نروح سريعا لأحد الطلاب الحاصلين على جائزة وهو عبد الرحمن حسن أحد الحاصلين على جوائز المشروع الوطني للقراءة اللي بينضمننا عبر تطبيق زوم سبع الخير عبد الرحمن سبع الخير أستاذ أحمد أهلا بحضرتك يعني عبد الرحمن عاوزين نعرف الأول مشاركتك وتجربتك في المسابقة وإزاي قدمت فيها وإزاي كمان اشتركت واستفدت إيه تمام أولا حابب أعبر عن امتناني لتوجود معكم ونهاردة كان نفسكم موجود في الستوديو لكن الظروف للأسف ودكتور هشام إزاي حضرتك أهلا عبد الرحمن إزايك حبيبي أولا طبعا المسابقة بتتطلب طراءة 30 كتاب إحنا طبعا يعني كمشاركين بنكون قرئين أفتر من كده لكن احنا بنحاول ننتقي يعني الأفضل ما بين الكتب اللي قرأناها ونبدأ نشارك بها طبعا بيوراعة التنوع في المجالات بين الكتب اللي قرأناها بعد كده بيتم تلخيص الكتب دي طبعا يعني بيوراعة دايما أن احنا أول حاجة يكون عندنا القدرة أن احنا نتكلم بشكل كويس في الكتب اللي احنا قرأناها يعني أن احنا نكون فاهمين المحتوى اللي احنا قرأنا واللي احنا بنشارك بي أن انا يكون عند القدرة أن انا أقدر يعني أحلل الأسلوب الكاتب اللي قدامي أقدر أشوف المميزات والعيوب لأنه برضو مش مجرد قراءة بس أنا لازم يكون فيه قراءة تحليلية وناقضة للكتب اللي انا بشارك بيها بحيث أن أنا يكون يعني أقدر أن أنا أعرف زي ما قلت المميزات والعيوب في الكتاب أن أنا شوف مثلا إيه اللي كان نقص من الكتاب ده إيه اللي كان الكاتب ده محتاج يزوده بحيث أن الكتاب يكون جودته أفضل برضو طبعا يعني قبل كل ده لازم يكون عند القدرة أن أنا أتكلم لغة عربية فصحة من أول المناقشة لآخرها قادر الإمكان ما يكونش فيه أخطاء وطبعا ده حاجة بتيجي مع الوقت بتيجي مع التعود أنا كنت مشارك في الموسم الأول أو في الدورة الأولى من مثابة المشروع الوطني لكن لم أوفق للأسف في التأهول للمراحل الختمية حاولت تشتغل على العيوب والقصور اللي كانت عندي لما شاركت في الموسم الثاني الحمد لله وفقتت أن أنا أخذ مركز على مستوى الجمهورية يعني كان فيه عندك نوع من أنواع التحدي أكيد بالضبط وكنت دائما بحاول قل إن أنا أشوف أوجه القصور اللي عندي وإن أنا أعالجها خليني أسألك سؤال تاني أنت المركز اللي أنت أخدته ده كان ليه حافز أو كان ليه يعني جيزة الجيزة دي عبارة عن مقابل مادي قل لي هتعمل بي إيه والله هو بالنسبة للمقابل المادي يعني وانت بفكر دائما أن أنا عايز أشوف يعني ما يتعلق بدراستي طبعا ده أهم شيء كلنا بتدرس إيه عبد الرحمن؟ بتدرس إيه؟ أنا في كلية طب بشري حاليا في الفرقة التالية يعني كلية عملية أكتر من كونها كلية نظرية يعني بعيدة عن الأدب والثقافة بالضبط يعني وده عمره ما بيكون مثلا مانع أصاد مثلا أن أنا يكون ليه حب أو هواي للقراءة وأن أنا أشارك فيه حاجة يعني حدث ثقافي زي ده أنا آه بدرس الطب ويعني اهتمامي رائح نحية دراسة حاجة عملية زي دي ولكن ده ما بيمنعنيش أبدا من أن أنا أحاول يعني أزود من إثراء ثقافة الشخصية بمعلومات أدبية بقى أو تاريخية أو كده نعم يعني بنشكرك على وجودك معنا عبد الرحمن وإن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق ومزيد من النجاحات والجوائز إن شاء الله اللي تحصل عليها وأنا فخور بيعني سعادة الأستاذ هشام يعني هما دول الجيل اللي حضرتك يعني بترعاهم ده أحد سفراء المشروع الوطني للقراءة ده كان هدفنا من بداية أول يوم في المشروع الوطني للقراءة الوصول إلى أربعين سفير للمشروع الوطني للقراءة عبد الرحمن من خلال وجوده في بيئته وفي مجتمع وفي كليته بينشر هذه الفكرة عجبني فيل هو فشل لكنه لم يستسلم على فكرة الحالة بتاعة عبد الرحمن وده كان مصار سعادتنا يعني لتصفياتنا احنا على تواصل دائم معهم على مدار منذ أنه بدخل المرحلة الجمهورية من شهر أربعة اللي فات والغد الوقت مئات الأمثلة من عبد الرحمن كان في مرحلة التعريم قبل الجامعي ما نسميه ببعد الطالب المثقف أو الجامعي اللي هو القارئ الماسي أو المعلمين دائما وأبدا ما يقول المشارك كنت مشارك في العام الماضي اكتشفت بعض الأخطار أو القصور اللي موصلتنيش للمرحلة التالية في التصفيات زي ما قال عبد الرحمن عملت عليها وكانت هذه هي النتيجة احنا دائما وأبدا تواصلنا مع مشاركنا اللي زي ما بقولت لحضرتك هم الأنز وملاق لنا لديهم نفس الهدف مؤسسة البحث العلمي المؤسسة الراعية لهذا المشروع وهي مؤسسة إماراتية تحديدا في إمارة دبي مؤسسة تربوية هدفها الرئيسي مشاريع القراءة وخدمة مشاريع القراءة بتتحمل كل ما يتعلق به التدريب والتكلفة المالية اللي لا تقابل شيء أمام وصولك إلى هؤلاء السفراء أمام كمان وصولي لشخصية زي شخصية عبد الرحمن نحن شفنا ثقة في النفس شفنا أداء شفنا لغة عربية سليمة يمكن ابتعدنا كل البعد عن اللغة الجميلة اللغة العربية وأصبحنا نتجه إلى اللغات الأجنبية وأولياء الأمور يتباهوا بأن أبنائهم ينطقون اللغة الإنجليزية ويبتعدوا تماما عن العربية في ظل أن فرصة العمل الحقيقية سوف يكون ناطق باللغة العربية طبعا والمثال اللي احنا شايفينه من عبد الرحمن بيدين رسالة تانية إن إذا كان لا يجيد القراءة باللغة العربية أو التعبير باللغة العربية فالممارسة ستعطيه هذا أي لغة إن لم أمارسها فلا أستطيع التعامل بها كمان بتدين رسالة تانية عبد الرحمن طالب في كليد الطب في الفرقة التانية حينما اشترك في المشروع في العام الماضي كان في إعدادي طب يعني كان خارج من مرحلة السنوية العامة هنا رسالة لأولياء الأمور القراءة الرياضة الأنشطة ده لن يعطل على العكس هو يبني إضافة إلى الدراسة صحيح والأمثلة كتير لدينا من كليات الحقوق من كليات التربية من المدارس سواء المدارس الخاصة أو المدارس الرسمية أو المعاهد الأزهرية ممن أجادوا ووصلوا إلى هذه المرحلة وهنا عايز أقول لحضرتك حاجة إن مرحلة القراءة الماسي مش بس طلاب صفوف الدراسة الجامعية اللي هي من صف الأول 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 الخيط مني ولسه كنت أسهل الحياة على سؤال آخر تقريباً الحياة هتتكلم فيه دلوقتي فضل فكرة ليه تم توسعة نطاق القارئ ليشمل أيضاً المعلم أو المدرس هو أولاً القارئ والساعة إحنا دينا مجموعة من المشاريع إحنا بشاربنا أكتر من 20 سنة تقريباً في هذا المجال وكان دائماً تركزنا على مرحلة التعليم قبل الجامعي كطلاب عما اشتغلنا في المشروع الوطن لقراءة السمنة زي ما قلت رحيك إلى أربع أبعاد بعده الأول مشابه هو الطالب المثقف ومقسم داخله لفئات عشان المرحلة العمرية لكن قلنا أن لابد أن يكون هناك لصانع الأجيال ومعلم الأجيال دور صحيح فدخلنا إلى المعلم المثقف جميع معلمي الطلبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي ولا يشترط التخصص بنفس الفكرة بيقرأ التلاتين كتاب بلا خصو الفترة قد إيه اللي بيقرأ فيها تلاتين كتاب أنا تخضيت بصراحة لما عبد الرحمن قال تلاتين كتاب حسيت اللي هو برضو كم كبير مقارنة لطالب أو لطفل أو لشخص لسه في مرحلة التعليم فالفترة قد إيه الزمن بتبدأ من سبتمبر وحاليا في أكتوبر اللي هي مع بداية العام الدراسي وتنتهي جميع مراحل المسابقة في شهر أغسطس تبدأ التصفيات بنهاية شهر أربعة إذن لدينا أكتوبر إلى أبريل ست شهور وبعدين كتير من اللي قارئين بيكون عنده مجموعة من القراءات السابقة أو القراءة اللي هي موجودة طبعا له مطلق الحرية في اختيار ما يقرأ وفي اختيار ما يتنافس به لأنه بيختارها بقراءته الحرة إذا كان طالب منه والذي بيكون نابع من حب هو مش هيؤدي إلا لو بيحب الحاجة اللي بيعمل وهنا بنطلب حاجة واحدة أن تكون هذه القراءات متنوعة المجالات وليست فيه مجال واحد فبالنسبة للقارئ الماسي لو طالب الجامعة أو بالنسبة للمعلم المساقب بنشرت أن تغطي خمس مجالات الأدب التاريخ التنمية البشرية مجال التخصص الأصلي كيفما أردت بالنسبة لطلاب المدارس بتبدأ من مجالين في الفئة الأولى اللي هي من الأولى لتالتة ابتدائي وتزيد مجال مع كل فئة حتى يكون هناك تغطية لمجالات كثيرة وتنوع في القراءة نعم طيب عبزين بردو نتكلم على النماذج المضيئة اللي فازت فيه النسخة التانية يعني عندنا كتير من النماذج أنا عايز بس أقول الحراكة للسادة المشاهدين حاجة جميلة جداً مصار سعادتنا إحنا عندنا في مصر 27 محافظة غطت الجوائز 23 محافظة من السبعة وعشرين محافظة الاشتراك كان من السبعة وعشرين محافظة وبالنسبة تقريباً متقربة إظهر مهرعين عدد السكان والأربع محافظات اللي ما كانت شديهم حظ الفوزة هذا العام في منهم اتنين كانوا فايزين للعام الماضي كانوا مشاركين يعني كل كده المحافظات شاركت لكن اللي فاز فيه 23 محافظة 23 محافظة غطت منهم نسبة الأقبال الأكبر كانت في أي محافظة لا في كل المحافظات تقريباً إذا رأينا عدد السكان يعني النسبة بالنسبة لنا 12 مليون دول مقسمين إلى كل المحافظات فلدينا من شمال سيئة أنا بس على السؤال داليا سيد الشامل لأن في الماضي كان فيه كده تصنيف دايماً يقول لك محافظة مثلاً وليكن المنوفية من أكثر المحافظات الطاردة لسكانها بسبب تعليم أبنائها وهم أكثر ثقافة وعلماً نفس القصة محافظات صعيد مصر فهنا المعادلة اختلفت ولا مازالت محتفظة بهذه النسبة؟ اختلفت ونحن في قمة السعادة بهذا على مدار العامين الاشتراك من 27 محافظة يعني إحنا بالنسبة لعدد الطلاب في القاهرة أكيد أكثر من عدد الطلاب في محافظة الشرقية مثلاً لكنها عدد السكان أكثر وبناء عليه بالنسبة والتناسب وبالإحصاءات وبالتفكير العلمي لا يوجد لدينا إحجام في محافظة معينة 27 محافظة مشاركين في الأبعاد المختلفة ولما بقول لحلالك تغطية الجوائز ده النتاج ده المثال لكن الجميع وصل إلى هذه المرحلة نتيجة الاشتراك والجهد فلدينا من شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن الأقصر ومن سهاج ومن المينيا لدينا كثير من النمازج النجاحة التي نعتقد أن من الواجب علينا دعم هذه النمازج كي تنقل تجربتها الناجحة إلى أقرانهم وكنت بقول لحضرتك أن القارئ الماسي مش بس طالب الجامعة طالب الدراسات العليا في الجامعة المشروع دائما وأبدا يسعى إلى التطوير في العام الأول كان قاصر على طلاب الجامعة طبعا لأننا عندنا موقعنا الإلكتروني بنتواصل فيه مع مشاركنا دائما وأبدا بتأخذ آراءهم محل الدراسة والتقدير فسمح للدراسات العليا ولذلك هذا العام لدينا أحد الفائزين في فئة القارئ الماسي من طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزازي والذاكرة قد لا تصايفنا لكن فيه أمثلة كتير أخرى أنا عاوز أحلم كده مع حضرتك طالما نحن بنوسع دائرة المشاركة تحديدا في هذه المسابقة أو في المشروع الوطني للقراءة هو نسخة إماراتية يعني الراعي لي وزارة البحث العلمي اللي حيث ذكرت في دبي مؤسسة البحث العلمي في دبي هي مؤسسة تربوية خاصة نعم مؤسسة تربوية خاصة وتضم المشروع موجود في مصر وفي أفريقيا أيضا لما يكون عندنا كاس عرب لما يكون عندنا حالة من حالات التنافس لأن حاجة ذكرت في البداية أن كان الهدف الرئيسي التعرف على ثقافات الشعوب والدول الأخرى ليه الفائزين في مصر والفائزين وليكن في الإمارات العربية المتحدة الدولة الشقيقة في دول أخرى عربية وإفريقية يبقى في حالة تنافسية بينها بالفوز مثلا بجائزة ولتكن في صورة عينية مثلا ككأسة أو غيرها هو أنا عايز بس أطمن حضرتك إن إحنا بدأنا باللحاجة بتقوله يعني مؤسسة البحث العلمي لديها كثير من المشروعات اللي كانت بتعتمد على الفكرة الانترناشنال أو الدولية بالنسبة للدول العربية والجميع النطقي العربية صحيح وعلى ذكر الموضوع وسأعود إلى سؤال حضرتك من يدرس في مصر باللغة العربية فهو مباشرة له الحق في المشاركة يعني فيه من السوريين من الأفارقة يعني كل المقيمين على عرض مصر من يدرس في جمهورية مصر أتكلم في تصفيات بقى أه هنا الفك أتكلم هنا في تصفيات يعني الفائزين من الدولة دي والدولة دي جميل يبتدي حالة تنافسية دولية ما بينهم بعض إحنا ده فعلا خدناه موجود ولكن كان لدينا فكرة أخرى تصل إلى هذا فكرة الوطني الناشنال إحنا دلوقتي المشروع منطلق في مصر وانطلق هذا العام في المغرب تمهيداً للوصول للجزئية الحاجة بتقولها أن يبدأ بمشروع وطني ثم مشروع دولي لجميع ناطقي العربية مشروعاتنا السابقة كانت بتعتمد على فكرة الدولي فقط ولذلك إحنا بنسميه المشروع الوطني للقراءة في كل دولة يصبغ بصبغتها ويكون بلون أعلمها وبفكرها ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذه الفكرة اللي لنا مجالات فيها من خلال أكثر من مشروع نظمته مؤسسة البعث العكي نعم بنشكرك أستاذ شام سنجاني مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا والمسؤول عن مسابقة المشروع الوطني للقراءة في مصر شكرا وتمنياتنا لكم بالتوفيق مشروع قومي مشروع عملاق يعني مشروع بيهدف إلى تغذية عقول المشاركين فيه وده يمكن هدف أسمى أعتقد ما فيش أسمى من بعد كده من الأهدف للوصول بيها شكرا لك فينا شكرا لك أحمد و شكرا لك سنجاني مشروع شكرا لك